من قناة فوزيا هولندا كنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عواشر مبروكين مساعد ويدخل عليكم ربي رمضان بصحة والسلامة والطول العمر وما يمكنش يجي رمضان بلا ما نصوبه للشبكية وانا بغيت نصوب الشبكية وقلت علاش الله لي ما نشاركه معكم للمرة الثانية فهي الله معي تشوفوا الطريقة والمقادير فهي سهلة جدا ففي إينا عجين سنضيف كيلو الاربع ديال الدقيق كي يكون بطبيعة الحال مغربل نضيف له نص ملعقة ديال الملح او الاربع ملعقة ديال الملح لحسب الضوغ من بعد سنضيف له كاس الارب ديال اللوز مطحون مزيان بقشوره كذلك نضيف له كاس الارب ديال الزنجلان مطحون كذلك مزيان ونضيف معلقة صغيرة عمراء ديال النافع وكذلك معلقة ديال القرفة ونضيف ربع ملعقة صغيرة ديال خميرة الحلوة ونضيف نصف كاس ديال الزبدة المدابة زبدة حيوانية هنا اختارت وكذلك كاس الارب ديال زيت نباتية وملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون ونضيف ربع ملعقة صغيرة ديال الخرقوم ونضيف ربع كاس ديال الخل وكاس ديال ماء الزهر ونضيف ملعقة صغيرة ديال الخرقوم نضيف مليد الزهر كское المدابة سوف يدفع ونضيفี و لكن لنضيف ملعقة صغيرة اع pant are low وبأين قось brand من ini نضيف ملعقة Max عجان كان نفرقها كوائرات ووضعها في البلاستيكات لكي ترتاح الوحد المدة فمن بعد مرتحت لي سنطلقها على هذا الشكل بالمدلك سنطلقها جيد سنطلقها على شكل بشكل مسمى سنطلقها على شكل مربع سنطلقها مرة أخرى في البلاستيك سنطلقها ترتاح سنطلقها سنطلقها ترتاح لمدة نصف ساعة من بعد سنطلق العجن سنطلقها على جنب سنطلقها على شكل رائع سنطلقها على شكل رائع سنطلق ثلاثة مرسوه سنطلقها على شكل رائع ونضعها على جنب ونضعها بميكا هنا سنتطلق ستعد في البلاستيكات كيف أن تقوموا بميكا بخشبة سنطلق عبالك لكي أطلقها جيدا فانت لنرفقها او لا تقدروا ترققوا هذه القيس اللي بغيتوا انا ارقيتها بزاف وكيفما تلاحظه كتبيني ساهلة باش نتلقى نقطها بجناب منعه باش كتبيني شكل المزيون ونفرق الخطوط الربعات للشرطات ونقطع اربعات الشرطات ونقطع كيفما تلاحظه نضيف القطع او المربعات ونضيف هذه الطريقة في التشكيل الشباكية ونقوم استمرها الطياء الشباكية سهلة بزافة البنات نضيف اربعة الشرطات نضيف جوج فوق جوج ونقوم بلوية الجهة ونقوم بلوية الجهة وننضيف ايجظة الامر ونقوم بلوية الجهة خشبة تساعدني لكي لا تستطيع تقوم بعمل الشبكة فوق الطبلة مرة أخرى سوف نعودها لكم تقوم بعمل الجوج فوق الجوج الخامسة تقوم بعمل الجوج تتكيب عليها جيد تدخل في الوسط و تقلبها و تصبح لها الشكل مرة أخرى تقوم بعمل الجوج فوق الجوج الخامسة تقوم بعمل الجوج و تقلبها سهلا مهلا و تبقى مستمرين حتى نسالي الشبكة و نحصل على كمية كمية ممتازة لا بأس بها فنجعلها حتى نرى تقريبا ساعة ساعة ونصف و نقوم بعمل نسخن الزيت و نقوم بعمل الجوج قطرات الروح الزهر ثم نسخن الزيت نقوم بعمل الشبكة و تقليل أن نقوم بعمل flute و أن نقوم بعمل قد محتوى ربكة مما يجعل لغ fax و ن隻وي لا يضاق و استطاع المفتار و نجعل الإنشاب من أجل على خطرها. كيف ستلاحظه؟ ولا يجب أن تسمعوا تشتيش ديالها بأنها ناجحة. من بعد ما تفاتلنا في العسل سنقلل على القلية الثانية وهكذا دواليك حتى نسألها الشبكية. من بعد نستقطرها كذلك. نستطيعها من العسل. نستطيعها تصفى في شبكة. ونستقطر. ونستمر على زنجلان. ونستمر حتى نحصل على هذا الشكل. والشبكية. كما تلاحظوك تجي تحمقها البنات. غزالة. هشيشة. الديدة. والمقادير ماشي بزاف. فأنتمنى تكون هذه الشبكية عجبتكم. وتجربوها في ديوركم. ومرة اخرى رمضان مبارك سعيد. وعواشركم برقة. فأنتمنى ما تنسونيش من لايكات ديالكم. واللي ما تشترك. انتمناه يشترك باش يوصلوا لجديد ديالي. وإلى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.